يستمر ملف الهجرة غير الشرعية بوصفه واحدا من أبرز التحديات التي تواجه الدول الأوروبية والعالم خصوصا الدول المطلة على حوض المتوسط التي تتحمل العبء الأكبر وذا ربما تمثل الكارثة التي شهدتها اليونان قبل أيام بغلق وفقدان البئات من المهاجرين غير الشرعيين بعد تخطم قاربهم مثالا صارخا على حجب الأزلة وفي هذا السياق تأتي زيارة وزراء الداخلية الفرنسي والألماني إلى تونس لبحث هذا الملف الزيارة تأتي بعد أيام قليلة من زيارة وفد أوروبي رفيع ضم رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسة الوزراء الإيطالية إلى تونس حيث التقوا الرئيس قيس سعيد وتبدأ زيارة الوزرين الفرنسي والألماني كل الجهود في مسعى أوروبي واضح استكمالا لإيجاد حلول فعالة للأزمة المتفاقمة فما هي المقاربة الأوروبية المقترحة لحل هذا الملف الشائك ولماذا تركز الزيارات الأوروبية على تونس في الأسبوع الأخيرة نرحب بضيفنا من تونس الوزير السابق محمد المسليني أهلا بك معالي الوزير عواصم قادة أوروبيين ووزراء رؤساء رؤساء حكومات يهرونون إلى تونس بعد أن كان لا حول ولا قوة للحكومة التي تواجه منفردة هذه الأزمة المستشعة والمتفاقمة بين الهواجس الأمنية الأوروبية وبين معضلة ضبط هذه الحدود البحرية اقتراب المآسي اليوم كل أسبوع هناك غرق لقارب ماذا تفرض على الأوروبيين وإن استنجح حكومة تونسية والرئيس قيس سعيد في التقاط هذه الفرصة أولا تحية لك ولكل المتابعيك واشكرك على الاستضافة أهلا أهلا لا شك أن هناك تركيز على تونس لاعتبارات جغرافية بالأساس لأن تقريبا تونس أقرب منطقة للوصول إلى الضفة الأخرى للبحر المتوسط يعني الإيطاليا عن طريق الشواطئ التونسية ثم هناك سردية على أنه يمكن إذا انهارت تونس وعدم قدرتها على الضفة الشواطئة يمكن أن تكون تدفقات نعوى الضفة الأخرى للبحر بإذنها وصلت كبيرة طبعا هذه السردية غير قايمة لأنه مجرد دعايات سياسية الأكثر والأقل والحكومة التونسية لأن تحاول أن تحمي أمنها وليست شرطيا وقد عبر عن هذا السيد الرئيس الجمهورية أكثر مرة أن تونس لن تكون شرطي لأي دولة أخرى لذلك اعتبر رئيس الجمهورية وهو مهق في ذلك أن الحل يكمن في عقد مؤتمر دولي لمعالج مشكلة الهجرة تكون أحد أطرافها الدول الأوروبية وتونس والدول جنوب الصحراء التي تدفقوا منها معادل وزير المهاجرون تسرد لنا الوقائع يعني لب ومحتوى هذه الأزمة ولكن سؤالي كان واضح كيف استنجح الحكومة التونسية اليوم في تقديم أوراق عمل هناك أموال طائلة تحتاج إليها تونس لتأمين الحدود لمنع التسرب برا لحماية الشواطئ والموانئ غير الشرعية ماذا استقدم الحكومة أولاً الحكومة التونسية عليها أن تستعمل كل الأوراق التي بيديها من أجل مكاسب محددة في هذا المسأل اعتمادات عالية لبعث مشاريع تنموية تمكن الناس من أن تستقر في بلدانها في تونس وفي غير تونس لأن الموضوع يشمل كما قلت دول جنوب الصحراء التي يتدفق منها هؤلاء المهاجرون وبعض منهم يعتبر تونس مجرد محطة عبور والبعض يعتبرها موقع استقرار أيضاً لذلك أهم شيء هو أن تتحمل الطرف الأوروبي مسؤولياته التاريخية ومسؤولياته السياسية الآن في المساهمة في تنمية هذه المناطق وبعث مشاريع تنموية تساهم على خلق فرص عمل ليكون هناك استقرار في البلاد إضافة طبعاً للجارب الأمن لأن الجارب الأمن مهما طورنا من الإمكانيات الأمنية أننا نستطيع أن نمنع الهجرة المقاربة يجب أن تكون مقاربة شاملة وأعتقد أن الحكومة التونسية من خلال خطاب رئيس جمهورية أكدت أكثر مرة على هذا التمشي الجانب الثاني لابد أن يكون هناك تنظيم لهجرة في شكل من أشكال الهجرة الرسمية وأعتقد أن البلاغ الصادم وهذه النقطة أستاذ محمد رئيسة الوزراء الإيطالية تحدثت بأن تونس ستمنع اليوم التسرب وتحدثت عن الألاف الذين يعبرون منطقة الصحراء في فصل الشتاء ويقتنون الأراضي التونسية ومن ثم مع بداية فصل الربيع ينتقلون إلى هذه أشيوات الأوروبية قالت سنرصد الأموال ولكن سنمنع اليوم خروج هؤلاء عبر هذه الموانئ ستكبت تونس هذه الأعداد الضخمة والطائلة وهذا ما ستبحثه اليوم كل من باريس وبرلين والوزيرين يصلان لمعالجة وفرض هذا الملف أعتقد أنه أنا أردت أن أشير إلى بلاغ صدر عن وزارة الخارجية الوزارة الداخلية الألمانية قبل الزيارة أشارت فيه إلى أن ستبحث أشارت فيه الوزير أن ستبحث في تونس سبل هجرة منظمة وهذا مطلوب طبعا أنت تعرف أن للطرف الأوروبي في السنوات المقبلة في حاجة إلى قرابة خمسين مليون مهاجر من أجل القيام بالأعمال التي كان يقومون بها أوروبيون وحالون على المعاش في الفترات المقبلة فأيضا كان هناك اتفاقيات لهجرة منظمة أما تصريح السيدة رئيسة الحكومة اللي طالي أعتقد أن الحكومة التونسية وأكد الرئيس الجمهورية هذا لن تكون شرطي بالمفهوم أنها ستمنع ثم هي لا تستطيع أن تمنع يمكن أن تمنع البعض ولكن لسي أن تمنع كل محاولات الهجرة لأن الشواطئ ممتدة والناس المتدخلة سواء كان تجار البشر أو المحاولات الهجرة لا يمكن السيطرة عليها ولا يمكن أن نسمح أيضا للطرف الأوروبي أن يكون شرطي في مياهنا الإقليمية هذه مسألة سيادية المقاربة التي تبني عليها الحكومة التونسية وراء الجمهورية حالة هو أن تكون مقاربة شاملة من ضمنها الجانب الأمني ولكن تنبني أساسا على بعض العناصر منها تنمية المناطق هذه منها تنظيم الهجرة الرسمية منها الحد من العنصرية الموجودة الآن في أوروبا تجاه المهاجرين منها أيضا قبول الدول بأبنائها الذين هاجروا بشكل غير منظم عودت هؤلاء إلى مواطنهم وليس إلى تونس تونس لن تكون منطقة توطين أيضا وهذا خطير جدا إذا كانوا الأوروبيين يفكرون بهذا الشكل لن أعتقد أن هناك حكومة تونسية أو مسؤول تونسي قادر أن يقبل بهذا المقترح حتى لو كان رئيس جمهورية طيب اليوم تنتهي هذه الزيارات الأوروبية تونس تتلقى وعروض بالحصول على هذه الأموال الطارئة وهذه الحزمة التي تحتاج إليها هناك مسار لبناء بنية تحتية وأنت ذكرت ربما الملف الأبرز وهو ملف الهجرة المنظمة هل يمكن أن تكون تونس اليوم دولة استضافة ومقر لانطلاق هذه الأعداد الضخمة تونس التي تعيش أزمة سياسية حادة أزمة اقتصادية تتجاوز العقد من الزمن وكل تونسي يرزح اليوم تحت هذه الأزمات الاقتصادية ولقمة العيش الحكومة قادرة على التوقيع مع الأوروبيين على هذه الخطة والتكلفة الباهظة وسيتستغرق ربع قرن هذه الخطة التي تتنقلها وسائل الإعلام الأوروبية منذ سنوات لا عموما تونس ليست قادرة على تحمل عبا هذه المسألة لا ماديا ولا بشريا أيضا هذا موضوع محسوم أنت تحدثت عن 50 مليون معدل وزير أنت ذكرت الحاجة الأوروبية ذكرت تحديدا الحاجة الأوروبية إلى اليد العاملة نعم 50 مليون تقريبا تقدر معناها المعطيات بحاجتهم إلى 50 مليون هذا يمكن أن يكون عبر تنظيم الهجرة مع هذه الدول تونس وغير تونس الموضوع هذا ولكن نحن ننتظر المذكرة المشتركة التي ستصدر في نهاية هذا الشهر بين تونس وبين اتحاد الأوروبي التي جاءت في البيانة المشترك إثر زيارة الوفد السابق الأحد السابق لتونس وننتظر إفاء الطرف الإيطالي بيعوده في عقد مؤتمر دولي لإيجاد الحلول لهذه المعضلة الهجرة الغير منظمة فيما بعد يمكن أن نحكم على الموضوع ولكن شيء مؤكد أن هناك خطوط حمراء لا يمكن للحكومة التونسية ولا الرئيس التونسي أن يتجاوزها مهما حاوله حتى كان عنده الإرادة حتى كان عنده الرغبة لن يستطيع ذلك لأن تونس شعب التونس سيرفض أن تكون بلده شرطي لأي كان وسيرفض أن تكون بلده أيضا موطن لأي كان تونس في وضعية اقصادية صعبة لا تستطيع أن تتحمل الدول الكبرى لا تستطيع أن تتحمل نحن شفنا أمريكا عندما عالجت الموضوع هذا بينت حيط بينها وبين الدول الأخرى حتى تحد مكسيك حتى تحد من هذه الهجرة إذن حتى الدول الكبرى حتى الدول العظمى حتى الدول الغنية لا تستطيع أن تحمل هذه موجات من الهجرة لذلك هي المسألة موضوع عالمي صحيح هنا في تونس هناك معذلة اسمها البحر الذي يأكل في تونس وغير تونس أنت تذكرت اليونان الأمس أو الأمس هناك غرق بلا عدد فهذه معذلة دولية إزمة دولية كارثة دولية تعالج اقتصادياً تعالج أمنياً وأيضاً تعالج بين تحمل الطرف الأوروبي الذي اتساهم في تفقير هذه المنطقة في تحمل مسؤوليات التاريخية لتنمية هذه المنطقة التي نهب ثرواتها لسنوات طويلة أشكرك جزيلاً شكر الوزير السابق محمد المثليني كنت معنا من استيديوهات سكاينوز عربية في العاصمة تونس في هذه المتابعة طبعاً سنواكب معك هذا الملف والزيارة وكل ما تسعى إليه الدول الأوروبية من استقطاب ومن دفع لمساعدات لمواجهة أزمة الهجرة تحديداً من تونس دولة العبور